ألف لام را تلك آيات الكتاب لقرآن مبين ربما يبد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فقالوا يا أيها الذين أسل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما نمزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به بقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وسيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معايش فمن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خسائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لباقها فأنزلنا من السماء ماء فأسفيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحجيب نميت ونحن البارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم بلقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنون والجن خلقناه من قبل من النار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمى مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له الساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم البقت المعلوم قال رب بما أغبيتني لأسينن لهم في الأرض ولأغبينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسون إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمستهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم بجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أما السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال بمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق بإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل فاتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن نتابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله بلا تخزون قالوا أبلم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها فأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتبسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكب لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات بل أرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سفعا من المثاني بل قرآن العظيم ولقد آتيناك سفعا من المثاني بل قرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أسفاجا منهم ولا تحزن عليهم فاخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فما ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرحين إنا كفينا كالمستهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين